فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره كما تفضلتم نعم يعني موافقتهم في الأشياء العادية يجر إلى موافقتهم في الأشياء الدينية فالأحسن أننا نتميز بأخلاقنا وعاداتنا وعاداتنا وأعمالنا ومآكلنا ومشاربنا وملابسنا أننا نتميز عنهم ونعتز بديننا وما كنا عليه قال فإن من حام حول الحمى أو شك أن يواقعه نعم هذا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو يرتع فيها نعم فما في شك هذا وسيلة يعني التساهل في الأمور البسيطة يؤدي إلى التساهل في الأمور العظيمة شيئا فشيئا فيجب أن المسلمين يتميزون بما أعطاهم الله عز وجل ويعتبرون العزة للإسلام قال تعالى وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون قال وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَان؟ حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر أي الأمرين سواء مشابهتهم في الأمور العادية أو مشابهتهم في الأمور الدينية كله يعني يجر بعضه إلى بعض وإن كان التشبو به في الأمور الدينية أشد لأن هذا تغيير لدين الله عز وجل المترجم للقناة